السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الماجد العظيم أشهد شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفى أمراضنا وارحم أمواتنا وعاف مصابنا ومبتلانا اللهم إنا نسألك ونرجوك أن تكتب لنا حج بيتك الحرام اللهم إن كنت حرمتنا حج البيت في هذا العام فلا تحرمنا أجر الحجاج ولا دعاء الحجاج نسألك يا ربنا أن تكتب لنا من دعائهم ورجائهم أوفر الحظ وأعظم النصيب اللهم إننا قد حرمنا ومنعنا لعجزنا وحبسنا وفقرنا وعذرنا ولكن قلوبنا تشتاق ونفوسنا تهوى فوالله إنك أعلم بنا من أنفسنا تعلم كم نشتاق ونتمنى ونرجو ونسأل وندعو ونبتهل أن يرزقنا الله حج بيته الحرام وأن يوفقنا الله لأداء عمرة في رمضان لكننا حرمنا ومنعنا ومن منع وحرم لعذر فإن الله قد كتب له الحج لأن الأعمال بالنيات كما أخبر سيد الكائنات إنما الأعمال بالنية حاضرة إنما الأعمال بالنية ونبينا الصادق المصدوق الذي قال لأصحابه كما في صحيح مسلم لما عاد من غزوة تبوك قال لأصحابه إن بالمدينة لرجال أو أقوام إن بالمدينة أي ما خرجوا منها ولا ذهبوا للجهاد ولا للغزو إن بالمدينة لرجال أو أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وفي رواية إلا شاركوكم الأجر قالوا كيف يا رسول الله قال حباسهم العذر فنحن نقول كما قال القائل من قبل يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا عن عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر فكأنما راحا قلوبنا وأرواحنا معهم قلوبنا وأرواحنا تشتاق إلى هذه البقعة الطاهرة كم والله كم نبيت ونحلم نحلم بأننا نطوف بالبيت نحلم بأننا نسعى بين الصفى والمروى نحلم بأننا نقف على عرفات ونناجي رب البريات نبكي مع الباكين وندعو مع الداعين نتمنى أن يرزقنا الله هذا الموقف العظيم كم يشتاق القلب إلى الصلاة في مسجد الحبيب والصلاة في الروضة التي هي من الجنة والسلام على النبي نبي السلام كم تشتاق النفوس إلى هذه البقاع الطاهرة لكن ربنا لن يحرمنا لن يحرمنا أجره ولا خيره ولا فضله لأنه القائل وكان فضل الله عليك عظيما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال ربنا عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال أهل العلم وأول الحج فهم مكانته من الإسلام والشوق إليه وعقد العزم وعقد القلب على أدائه أول الحج أن تفهم مكانة هذه الفريضة من الإسلام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وها نحن على أبواب ذي الحجة وقد حرمنا ومنعنا وحبسنا ونقول للذاهبين إلى هناك جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن أي والله أرواحنا معكم قلوبنا معكم أشواقنا تطير إلى هناك لكننا حبسنا في أجسامنا حبسنا في بلادنا حبسنا بأعذارنا وبعجزنا وبفقرنا فنسأل ربنا أن يعوضنا خيرا وفضل الله عظيم وعطاؤه واسع عميم فعلى المحبوسين الممنوعين الذين حبسوا عن الحج أن يغتنموا هذه الأيام أيام العشر الذي أقسم بها ربنا في كتابه وفضائل العشر عشر وليس في الدنيا وليس في الدنيا أيام أعظم عند الله من هذه العشر عشر ذي الحجة وعلى العاقل أن يغتنمها فهي دعوة دعوة لنفسي والإخواني أن يغتنموا هذه العشر وأعلم أن الكلام يتكرر ويعاد لكنني لن أحرم نفسي من ثواب البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العشر أقسم بها ربنا عز وجل في كتابه كما قال جمهور المفسرين والفجر وليال عشر قالوا عشر ذي الحجة وسماها ربنا بالأيام المعلومات أيام معلومة والله عز وجل عظيم ولا يقسم العظيم إلا بعظيم فإن أقسم ربنا بالفجر وبالليالي العشر فلفضلها ولعظم شأنها وهي الأيام المعلومات الأيام المعلومة عند الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات هذه الأيام المعلومة هذه الأيام فيها خير أيام الدنيا أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ويوم القر يوم النحر ويوم القر واليوم النحر واليوم العشر من ذي الحجة وهو أول يوم تذبح فيه الأضاحي والهدي ويوم القر هي أيام من التي يستقر فيها الحجاج وفيها يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وفيها يوم عرفة وهو أعظم الأيام عند الله يوم عرفة ترفع الدعوات وتغفر الزلات ويثاب العبد على الطاعات ويباهي رب الأرض والسماوات بعباده ملائكته انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ما يسأل هؤلاء ما يريد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن استغفروا له فضل الله عظيم يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة وفيه قال نبينا كما في صحيح مسلم من حديث أبي قدادة صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يغفر ذنوب سنتين أحتسب على الله أن يغفر ذنوب سنتين سنة مضت وسنة تأتي أحتسب على الله يوم يوم يا عبد الله يا أمة الله نصومه لله أسأل الله أن يعيننا على صيامه وأن يقبله منا وأن يوفقنا نحن وأولادنا وأهلينا على معرفة حق هذا اليوم هذه الأيام العشر دعانا ربنا عز وجل أن نكبر الله ونحمده كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكثروا من التسبيح والتحميل والتهليل وأيضا التكبير لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين كما قال ربنا في سورة الحد لتكبروا الله وكان أصحاب النبي أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعمر إذا دخلت العشر يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير وكما قال أهل العلم التكبير في العشر تكبيران تكبير مطلق وتكبير مقيد أما التكبير المطلق فمن أول العشر فأكثروا فيه من التسبيح والتحميد والتهليل ويكبر ابن عمر يكبر أبو هريرة ويكبر عمر أمير المؤمنين رضي الله عنهم جميعا في كل أيام العشر في كل أحوالهم في الأماكن في الشوارع في الطرقات في الأسواق والتكبير المقيد هو الذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق من فجر يوم عرفة إلا هو اليوم التاسع إلى آخر أيام التشريق يعني التاسع والعشر والحداشر والاثنشر والطلتاشر يكبرون دبر الصلوات وفي هذه العشر أخبر نبينا المصطفى كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما من أيام أعظم عند الله من هذه العشر ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وولده فلم يرجع فخرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء يعني خرج مجاهدا وفقد ماله وفقد نفسه أي مات شهيدا العمل في الأيام العشر أعظم عند الله من كل الأعمال لهذا كان سلفون يكثرون فيها الصيام بل لبعضهم يصمه التسعة ويكثرون فيها من صلاة النوافل ويصلون فيها الأرحام ويحسنون فيها إلى الفقراء والمساكين ويكثرون من ذكر الله فاختنموها عباد الله أسأل الله أن يوفقني وإياكم للاغتنام هذه الأيام قال النبي المصطفى في حديث عبد الله بن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم ولا أحب إلى الله من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا اللي يفوز ويسبق العمل الصالح في العشر رجل واحد خرج بنفسه وماله مجاهدا ففقد نفسه وماله ومات شهيدا بيوتنا تعمر بذكر الله بيوتنا تعظم بالقيام في الليل في هذه الأيام بيوتنا تكثر من الصيام في هذه الأيام العشر بيوتنا تكثر من الدعاء والتضرع أن ينصر الله وأن يعز الإسلام وأن يرفع راية الدين وأن يرفع عنا هذا البلى والوبى وأن يكشف عنا الضر فهو أرحم الراحمين أكثر فيها من الدعاء ضاقت النفوس وبلغت القلوب الحناجر من هذا الوباء الذي عم وطم وسادة وباد ألاف مؤلفة وربما وصلت إلى ملايين من البشر أصيب الملايين وقتل عشرات الآلاف ماتوا بهذا الوباء فأسأل الله أن يرفع عنا الضر وأن يشفينا وأن يحفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين بحوله هو أرحم الراحمين بيوتنا يجب أن تبنى على اليقين بيوتنا تبنى على طاعة الله بيوتنا تبنى على الإحسان إلى الناس الإحسان إلى الأهل والجيران بيوتنا تبنى على الطهارة وعلى العفة وعلى النظافة بيوتنا تسعد بذكر الله عز وجل وخصوصا في هذه الأيام في أيام العشر في أيام عيد الأطحى وأيام النحر والذبح لا تنسوا ذكر الله وأكثر من التكبير والتسبيح والتحميد أسأل الله أن يرطب ألسنتنا بذكره بحوله وقوته قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له في أهب الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يا سلام رجال ونساء لا تلهيهم الدنيا ولا تشغلهم عن ذكر الله ونحن مع بيت من البيوت المسلمة مع بيت نختم الكلام عنه مع بيت اشترى الآخرة بالدنيا اشترى الجنة بنخلة مع أبي الدحداح وأم الدحداح أم الدحداح التي سمعت من زوجها أنه باع البستان لله بنخلة في الجنة فباركت على سنة رسول الله تربوا على البر بالأبوين تربوا على الكلام الطيب الذي يسمعه الأولاد من الآباء والأمهات الولد لا يسمع من أبيه من أبيه إلا وهو ينادي على أمه يا أم فلان وهي تقول له لبيك أبا فلان وسعديك ما في السب ولا لعن يا بيوتنا يا بيوت المسلمين تعلموا من هذه البيوت أين أنتم من بيت يضرب فيه الرجل زوجته ويسبها أمام أولاده أي رجولة أي بيوت هذه كيف ينشأ الأولاد وصل الأمر في أغلب بيوتنا إن الولد أو البنت لو طلبوا من أمهم شيء ورفضت أريد أن أخرج الشارع أريد أن ألعب أريد أن أفعل شيء فتقول أمه لا يقول لها والله لما يرجع أبي هقول له أنت عملت كذا عشان يضربك الله أكبر الله أكبر على التربية الجميلة الله أكبر على هذه البيوت العجيبة كيف ينشأ الأولاد في بيوت بهذه الحال كيف يخرج الولد والبنت البنت ترى أمها وهي تضرب وتسب البنت ترى أمها وهي يفعل بها هذا تسمع من أبيها يقول لهم للأولاد لو أليت لكوا حاجة لو عملت حاجة أولولي وأنا أأدبها يا الله هل هذا حل هل هذه بيوت هل هذه تربية هل هذا من الدين والله ليس من الدين ولا من المرؤة وليس من الرجولة أصلا كيف ترضى لنفسك تتسلط على مين على امرأة ضعيفة علشان خيفة على بيتها خيفة على أولادها كل يوم تهددها هرميك في الشارع هرجعك لأهلك هحرمك من أولادك إيش هذا بالله عليكم ما هذه الحال عودوا ونحن في هذه الأيام عودوا وانظروا إلى أم الدحداح لما ترجع إلى أولادها وتقول لهم يا بنيا إن آباكم قد أقرض ربه البستان وتخرج ما في جيوبهم وما في أكمامهم من تمر وتقول ليس لنا إنه لله والأولاد ماذا يقولون لها يقولون افعلي يا أمة ما تؤمرين فنحن والله من الراضين الصابرين نرجو الأجر من رب العالمين يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يا سلام أولاد أبو الدحداح يسمعوا ويطيعوا لأبيهم ولأمهم ويخرجوا من بيتهم الذي تربوا فيه ونشأوا فيه ويتركوه بكاملة ويذهبوا إلى البستان الآخر تمر الأيام وأبو الدحداح يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول له كم من دار فياح وعذق رداح لأبي الدحداح في الجنة بدل البيت قصر في الجنة بدل النخلة نخل في الجنة وهو يكفيه نخلة واحدة لأن النخلة في الجنة يسير فيها الراكب بالجواد السريع مئة عام يسير في ظلها النخلة ركب فرص وفرص جواد سريع مئة سنة لا يبلغ آخره كفاية نخلة من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة تعجزت ولها قولها بالله عليك قولها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تغرس لنا نخلة إن شاء الله أكثر من غرس النخال في الجنة أكثر من غرس النخيل في الجنة بذكر الله عز وجل وأنت على يقين كما كانت أم الدحداح على يقين مرت الأيام وجاء العام الثالث من هجرة النبي وفي شهر شوال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آل وسلم بأصحابه إلى أحد لملاقات ثلاثة آلاف من المشركين بقيادة أبي سفيان جاءوا على ثلاثة آلاف بعير وثلاثمائة فرس جواد فارس يقودهم عمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وعلى رأسهم خالد بن الوليد ثلاثة فرسان لا مثيل لهم في العرب وخرج النبي بأصحابه إلى أحد وحدث ما حدث من مخالفة أمر النبي من الرماه وانقض عليهم خالد ومن معه من الجنود فقتلوا أربعين من الرماه ولم يبق إلا عشرة ثبتوا فقتلوا جميعا وفر أو نزل الأربعون ليجمعوا الغنائم ولم يبق من الرماة إلا عشرة فبدأوا بهم ثم جاءوا من وراء جيش المسلمين فقتلوا حتى قتلوا من المسلمين سبعين شهيدا على رأسهم عم النبي حمزة بن عبد المطالب حمزة بن عبد المطالب عم النبي وهنا أشيع بين المسلمين أن رسول الله قد قتل لأن ابن قمئة أقمأ الله رأسه في نار جهنم جاء وهو على جمل وكان فارس عمراق وهو يقول دلوني على محمد أين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام إليه مصعب بن عمير فضربه فقتله وكان شبه رسول الله وأشاع ابن قمئة أنه قتل رسول الله وأشيع بين المسلمين أن النبي قتل هنا هنا يقوم أبو الدحداح وينادي ويقول إليّ إليّ معشر الأنصار إليّ إليّ فإن كان رسول الله قد قتل فالله حي فقوموا وموتوا على ما مات عليه من يقوم معي وقام أبو الدحداح ومعه جماعة من الأنصار فاعترضوا خيل خالد وعمر بن العاص وعكرمة فقتلوا منهم وضربوا وضربوا حتى رماه خالد ابن الوليد بسهم فوقع في صدره فخر صريعا قيل إنه مات في أحد وقيل إنه حمل إلى بيته واستمر أياما ثم مات من جرحه على أي حال هو مات شهيدا لينال بركة دعوة النبي كم من عذق رداح أو مدلى في الجنة لأب الدحداح في الرواية التي قيل إنه قتل في أحد ومات فيها شهيدا بعد أن حارب ودافع حتى قتل ووصل الخبر إلى أم الدحداح أي امرأة أي زوجة خصوصا بالله عليكم لما تكون العلاقة بين الرجل والمرأة مثل هذه العلاقة علاقة يناديها بأم الدحداح وهي تقول لبيك وسعديك أبا الدحداح ما خاصمها يوم ولا أتعبها ساحة ولا سب ولا شتب بل اجتمع على الإسلام من أول يوم من أول ما ذهب مصعب بن عمير إلى المدينة ودعا إلى الإسلام قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأسلم أبو الدحداح وأم الدحداح ومن يومها وهي على يقينها وإسلامها وعلى حسن معاملتها وعلى سرعة طاعتها وإجابة زوجها وعلى حسن تربيتها لأولادها بيوت بهذا الشكل علاقة بن رجل وامرأة بهذه الصورة بالله عليكم لما يأتيها خبر موت زوجها الذي هو أحب إليها من نفسها وأنا متيقن إن في نساء تحب زوجها أكثر من نفسها ووالله العظيم لا تأكل قبل أن يأكل هو بل إنها تطعمه من طعامها وتعطيه من جهدها وتعطيه من نفسها وتتمنى من كل قلبها لو أصابه ضر أو شر تقول ليتني مكانك ليت الذي فيك فيه بقد مش كذب ومش تمثيل ومش كلام لأن بعض النساء بتقوله تقوله لزوجها وهو مريض مثلا ياريتني كنت مكانك أول ما يخف ويحصل بينهم مشكلة تقول لي ياريتك كنت ريحت هنا كنا مرتحين منتعية يعني رجعت تاني ليه ولا مش انت اللي كنت بيتقولي تقول ده كلام لأنا كنت بقول كده بس كنت عارفها أو في ظن أنك هتموت بقى وخلاص كان واحد من الصالحين وهو من الدعاتي لما ذاب ليصلح بين رجل وامرأة يقول أنت إمتى قلت لزوجتك يا حبيبتي يقول له حبيب حبيبت مين عمش والله ما عرف منه طب أنت متى قلت لزوجك حبيبي ما قلوش ما يستهلش حبه كذا وكذا وكذا أنا لا ده يقول أول مرة تقول له يا حبيبي يوم ما يموت وهو ميت وشيرين ورحيم تقول له يا حبيبي قلبي ورب رضين عليك مسمحك يا حبيبي تم ملتهاش ليه بالدنيا ملتهاش ليه ووحي كان نفسه يسمعه وهو حي وهو بينك عشان تسمعي منه الكلام الحلو جاء الخبر إلى أم الدحدة على أي حال ماذا فعلك وحبيبها زوجها بل نصفها بل كلها بل روحها مات وقتل شهيدة ماذا فعلت ما لطمت خده ولا شقة جيبة ولا فعلت ما تفعل النساء بل إنها احتسبت واسترجعت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون أحتسبك عند الله شهيدة وأرجو أن ألحقك إلى الجنة بوعد رسول الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم على الأرائك متكئون الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يا سلام لما يأتيها خبر زوجها وتقول له إنا لله وإنا إليه راجعون الله مأجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وتعيش بعد زوجها على نفس منهجه على كرمه وجوده على طاعتها لربها على حسن تربيتها لأولادها بل إنها خرجت مع المسلمين في فتح الشام وخرجت يوم خيبر مع النساء التي خرجت ترجو أن تنال الشهادة كما نالها زوجها ومرت الأيام والشهور والأعوام وتبقى أم الدحداح على عهدها بربها وعلى حسن تربيتها لأولادها حتى يأتي اليوم الذي تتمنى فيه أن تلقى زوجها في ظلال على الأرائك متكئي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وتنام أم الدحداح على فراشها ثم تخرج روحها روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سامرة قال خرجنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة أبي الدحداح النبي صلى على أبي الدحداح وخرج معه إلى البقيع ليتفنه فيه وإذا يأكد أنه مات على فراشه بعد رجوعه من أحد ومات بالجراح قال جابر بن سامرة شهدنا مع النبي صلى الله أو خرجنا مع النبي في جنازة أبي الدحداح فلما انتهى من دفنه دعا بفرسه أي النبي وركبه وهو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم من عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح الله كم من عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح والحديث في صحيح مسلم تسمع أم الدحداح هذا فتفرح وتسعد ولما يأتيها أجلها ترى مكانها من الجنة وتشتاق لرؤية زوجها وتخرج روحها طيبة إلى ربها راضية بقضاء ربها سعيدة بلقاء زوجها ونبيها رحم الله أم الدحداح رحم الله المرأة الصالحة المؤمنة المسلمة رحم الله أم الدحداح التي كانت تعين زوجها على طاعة الله كانت مع زوجها في الإنفاق والجود والكرم كانت تربي أولادها على بيع الدنيا والزهد في متاعها وشراء إلى آخرة رحم الله أم الدحداح الزوجة المطيعة الوفية الزوجة التي ما خالفت زوجها ولا عصت أمره في أعظم المواقف هل سمعتم بامرأة مثل أم الدحداح نسأل الله أن يجعلها في أمة الإسلام كثيرة وأن ينعم على زوجاتنا وعلى أزواجنا وعلينا وعليكم بالرضا والتسليم والعافية في الدنيا والدين ونسأله تعالى أن يختم لنا بخاتمة الإيمان وأن يبلغنا عيد الأطحى وأن يجعل أيامنا أعياد وفرح وسرور وفي الختام استودعكم الملك السلام إلى أن نلتقي في بيت آخر مع صانعة أخرى من صانعات الرجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنين قلناها دروسا شافعات شافعات نافعة